أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 13300 من بينهم ما يقرب من 5600 طفل و3550 سيدة منذ السابع من أكتوبر هذا وأكدت الصحة في بيان لها أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدثة عن أعداد الضحايا لليوم السابع على التوالي بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة وانهيار الخدمات والاتصالات في مستشفية شمال القطاع البيوت هدمت والرجال والنساء استشهدوا وبين أيديهم الأطفال حتى حرمة الموت والمرضى لم تسلم من جرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين في قطاع غزة الآن نحن وصلنا على الأنقاض تحتوي على أكثر من 10 أو 15 محتجز الآن تحت الأنقاض تم إخلاق ثلاث شهداء من المكان وجاء البحث عن أخرين أستخلص الحرب وأصير دكتورة وأكمل تعليم وأكلم الدراسة وأنا أخاف كثير من الحرب عشان صاحباتي نصهم يستشدها وضع مأساوي يعيشه أهالي غزة من تدمير وتهجير وتهديد مستمر حتى لو رفعوا الرايات البيضاء فهم أمام عدو متعطش للدماء ويرى في دمائهم الأبية ما يبرذ من نار ما حدث بهم في السابع من أكتوبر الماضي الأطفال الخدج في المستشفيات الفلسطينية أصبح أول عهدهم في هذه الدنيا وهذه الحياة بظلم إسرائيلي يهدد من حياتهم أمام مرأة ومسمع من العالم أجمع حتى صيحات آلامهم لم ترقق القلوب عليهم نعاني نقص في الكوادر الطبية حيث فقدنا عدد كبير من مقدمي الخدمة وكذلك نعاني نقص في الوقود والتيار الكهربائي نحن الآن قمنا بتخفيض أو بتقنين التيار الكهربائي عن أقسام المبيت حتى نستطيع أن نستمر بتوفيره في أقسام الحضانة والعناية المركزة ولكن للأسف الشديد لو انتهى هذا الوقود وتوقف التيار الكهربائي ستتحول طبعاً جميع أقسام العنايات المركزة والحضانات إلى مقابر جماعية مع وضع الحرب صار الحالات تزايد صار الحالات الشمال من 35 إلى 40 حالة نوصل في الـ 24 ممكن أكتر وفيه كمان ما يقارب حالات الإجهاد غير حالات الولادة صار فينا حالات إجهاد وحالات جنة متوفية كمان غير حالات الولادة جرائم جمة يرتكبها لاحتلال الإسرائيلي الغاشم تحت ستار الدفاع عن النفس دفاع المحتل أمام الضحية تصفية أصحاب الأرض أمام مدعي الحقوق الوهمية حيث تغيرت المفاهيم العالمية وأصبح المجني عليه هو الجاني والمصاب هو المجرم والذين يتعرضون للإبادة الجماعية لا يهزون ضميرا للإنسانية الذي تيبس وذبل بضغط من القوى العالمية الكبرى